بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الأولى بالمحور الأول والتي بعنوان Line Conventions في هذا الفيديو سنتعرض إلى precedence of coincident lines, hidden line drawings, center line drawing precedence of line order of importance visible line, then hidden line, then center line هذا الكلام يعني أنه لو صادفت visible line مع hidden line على نفس المكان الأولوية للvisible line لو صادفت visible line مع center line الأولوية للvisible line hidden line مع center line الأولوية للhidden line هذا مثال على هذه القطعة مثلاً لو رسمنا الhidden line تبع هذه الثقب المفروض أنه يتعرض مباشرةً مع هذا الvisible line دائماً نذكر أنه هنا معنا third angle projection فالأولوية للvisible line على الhidden line فعلى طول ينشال الhidden line ويرسم مكانه visible line هنا مثلاً center line ورح يجي من هنا معه مباشرةً hidden line فالأولوية للhidden line على طول نرسم الhidden line ونشيل الـ center line أيضاً من هنا لو نرسم hidden line تبع الhull هنا معنا hidden line بيظلوا center line وبيكون معاه هنا يطلع معنا visible line ينشال الـ center line ونرسم الـ visible line ثم بنضيف هنا على الخارج تكملة center line hidden line practice hidden line should join a visible line except it extend from the visible line خلينا نشوف مثال معنا هذا الـ object هنا معنا من هذه الجهة الـ frontal view ثم بنضيف هنا لازم يلمس الـ visible line لابد من هنا except إلا لو كانت الـ visible line يعني لو كانت extend هنا فلازم نخلي فراغ هذا غلط هنا لازم يلمس مثال ثاني هنا معنا hidden line ok leave space هذا صح ليش لأنه هذا تواصل للخط المرئي visible line وهذه الرسمة بهذه الطريقة راح يكون خطأ hidden lines should intersect to from L and T corners خلينا نشوف على هذا المثال كلها مخفية فهذا الـ L corner وهذا الـ T corner تمام؟ لابد أن الـ hidden line intersect to from L تتقاطع هنا هذا خطأ لازم تتقاطع مع بعضها أيضا مثال أخير hidden arcs should start on center line الـ arc هنا لازم يبدأ من center line من هنا لازم ينطلق من هنا لازم ينطلق من center line من center line هنا أيضا هذا center line وهذا center line وهذا center line خلينا نشوف مثال center line لازم يبدأ بهذا الكروس الصغير هنا أيضا مكان الـ holes دائما ترسم بكروس صغير خلص فهذا إضافنا l- hole center line is presented as thin continuous line لما تكون عندنا hole صغير center line يكون كدا خط خفيف هذا الـ hole الصغير فالـ center line راح يكون كدا لأنه ما يمدين نعمل cross انت لو عملت كرس خلاص خطغطي كل الهول center line should not extend between views كل view عندها center lines مستقل هنا هذه قطعة ثانية هنا مثلا leave space between center lines leave the gap when center line forms a continuation with the visible or hidden line في هذا المثال هنا مثلا لابد انه لما center line يعمل تواصل مع visible or hidden line لابد من خلي space هنا تواصل مع visible line هنا تواصل مع visible line لازم نخلي space هنا ايضا space ما بين center lines two holes separate two holes center line should always start start and end with long dash بداية ونهاية center line لازم تكون ال dash طويلة ما هي قصيرة ما هي بطول ال dashed line هذه تكون طويلة شوية بالمقارنة مع ال dashed line تمن؟ تمن؟ تمن؟